في زوجات أخريات في البداية بتكون رضية وتقدم رضا مبالغ فيه هم قاعدين وسمعين دلوقتي فتقدم رضا وهو يقول لها انت رضيتي من الأول رضية بالقليل وبعدين بتقولي إيه خلينا ناخد على بعض وبعدين أطلب خليني ناخد على بعض وبعد كده نعيش الزواج كامل لأنها بتحس بالنقص ولأنها بتكون حبة العشرة مع زوجها فعايزة تعيش معها فزوج مأمور بحسن العشرة ومراعاة الاحتياج عملا بقوله تعالى وعشرهن بالمعروف وقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهل واحد عيجي يسألني انت بتكلم عن الزواج الآخر كده وبتقدم ازاي الناس تعيش في الزواج الآخر ده كزواج اه طبعا احنا مش جايين هنا عشان نخلي الناس على كفنا وده ليس الدعوة للتعدد أبدا ولكن دعوة لأوجاع أنا شايفها لازم نحل الأوجاع دي لازم نكون عقلاء لازم نكون راشدين وما يبقاش الكلام ده بيهين المرأة وعشان هو زواج المكمل يبقى في السر وتفضل المرأة في الإهانة وفي نقص الحالة أو يفضل الرجل حسس انه هو للأسف يعني هو مش رجل لانه مش قادر يقوم بواجباته تجاه الزوجة المسرن ان زواجهم يبقى في السر أو ان الزواج يكون لأسبابه كتيرة ليس زواج تكميلي عشان حاجات كتيرة جدا 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 ممكن نتكلم عنه فعشان الرجل يكون عايز يبنى أسرة ممتدة مع اثنين لازم يدفع لازم لازم بشكل واضح يدفع مقتضى ده ويعيش مع زوجته الأخرى على انها مرأة كاملة نعمل ايه بقى؟ عشان الجواز ده بقى ما يبقاش جواز تكميلي بقى جواز حقيقي هتيجي الزوجة الأولى دلوقتي ويبتسمعني ايه انت بتقوله ايه؟ انا عايزة يطلقها يعني ممكن حضرتك تنتظرين دلوقتي ان احنا بنتكلم دلوقتي في وضع ممكن في الحقيقة الوضع ده يدمر حياة ناس كتيرة فاحنا عايزين نكون عقلاء وانحنا بنتعامل مع ده وبكرر يا هذا الكلام ليس دعوة للتعدد انا بحب الموحدين بحب اللي بيبنى أسرة كده ويفضل مع الأسرة يستثمر في أولاده ويستثمر في حياته بحب ده قوي وانا دايما بقول دي السنة ان انت لما تكون عندك أسرة تفضل متمسك بالأسرة دي والناس اللي بيعددوا بقولهم الأصل في سنة رسول الله ان انت لو عندك أسرة تفضل كده مع أسرتك فبخافة بقولهم كده يروحوا سميني الزوجة الأولى عشان يتجوز تاني ويعدد فقلوا بدل انت عندك أسرة يبقى خلاص حافظ على الأسرة طب نعمل ايه بقى عشان نتجنب بقى فكرة الزواج التكميلي ده هنا بنقول للزوج انك عليك مسئولية وعليك ان انت تطور شخصيتك ان الزواج الآخر بيبقى محتاج لإدارة ذاتك أولا نفسك أولا إدارة عالية الكلمة بتكون بحساب ولازم انت لو ما بتقدرش تتعبر لازم تعبر طول الوقت عشان في بعض الأحيان التعبير والامتنان بيئي اللي بيحصل التعبير والامتنان بيحل مشكلات كتير فانت محتاج مهارات زي توكيد الزات مثلا وإدارة الحوار وإدارة العلاقات وإدارة الوقت فأكتر حد لازم يدير وقته هو اللي متجوز اتنين ده هنا بنقول الزوجة الأخرى ما تركزيش على أوجاعك ولكن على فرصك كل ما بتركزي على أوجاعك ويتركزي على ازاي تتخلصي من أوجاعك مش هترتاحي لكن ركزي على الفرص اللي بينك ومن زوجك الحاجة التانية كمان اللي أنا بقول كده للزوجين لازم تعرفوهم لو سمحتوا بلاش المقارنات طول ما بيتقارنوا طول ما هترتاح هنا ولا هترتاح هنا طول ما بتقارني مش هترتاحي في هذا الجواز اللي موجود في إيديكم يبقى احنا محتاجين نعمل ايه نتوقف عن المقارن آخر حاجة أنا بنصحكم به أن أنتوا ببساطة خالص حاولوا لما تيجوا تتكلموا مع بعض كل واحد فيكم يساند التاني ولازم تلتزموا بالخطوط الحمرة زي إيه الخطوط الحمرة؟ إن الأسرار أو إلهاب البيت بالكلام مع البيت الآخر ما يكونش موجود لأن ده مش هيكون مناسب أنا الحلقة دي تتكلمنا عنها كتير ليه؟ عشان الأوجاع الكتير اللي بنسمعها أنا بقالي حلقات كتيرة كل الأسئلة اللي بتجيلي لا إما حد كان زوجة أولى لا إما حد كان زوجة أخرى فإحنا لازم نعلم الرجالة لأنه هو أشع في الرجالة إزاي يتعاملوا مع هذه الحالة عشان الأوجاع بقت كتيرة وبقول لكم اللي ما يقدرش واللي ما يستطيعش عليه بالرضى إنه ويرضى بما قسم الله له على طول بقول لكم أنتو لازم تلتزموا بأن الله سبحانه وتعالى ما يحبش كسر الخواطر وبيحب جبر الخواطر سألوا أحد الصالحين لماذا لم تتزوج على زوجتك؟ قال لكي لا أكثر خاطرة مسلم أما وإنك فعلت ده ما ينفعش أن أنت تعيش زواج تكميلي لازم تتعامل مع الزوجة على أن هي على أن هي مرأة كاملة وليست مكمل زواجي يا رب نهمنا بتوفيقه والسداد وجعلنا من أهل الصلاح وجعلنا نعرف مددك ونعرف عونك ونسعى بتدبيرك إلى أن نعيش في الحياة بجمال تجليك علينا يا كريم يا رب العالمي